هل كابتن خالد جلال مدير فاني البنك الأهلي ممكن تتكلم أنه سيبدأ بشكل دفاعي من الدقائق الأولى أو في هذا اللقائق في العموم أو تشوف لا؟ بصي الفرق دلوقتي اللي بتلاعب الفرق الكبيرة وخصوصا النادي الأهلي بطل إفريقيا لازم طبعا عارف عنده حلول كتيرة عنده لعيبة عندها مهارات وعندها حلول ومن المتوقع أن الأهلي سيهاجم يعني دي متوقع جدا طبيعي المفروض إن شاء الله النادي الأهلي في كل مباراته لازم يضغط وهاجم على الفرق اللي جايله من البداية وضغط طبعا عالي بالتالي الفرق التانية بتأمن طبعا نحية الدفاعية ونص ملعبها بيحاول ياخد تأمين الدفاع وسيب للنادي الأهلي الاستحواز وبيقفل مناطق المدافعين عنده عشان النادي الأهلي زي بقلنا عنده سرعات فمش هيدي له مساحات تصلح لسرعات النادي الأهلي لازم يقفل عليهم من حتة دي كذلك بعض اللعيبة مثلا زي أفشا اللي ممكن النهاردة يكون له دور من البداية إنه برضه رجل يعني يلعيب عنده مهارات وعنده الخلول وعنده كلام ده كله أحمد عبدالقادر نفس القصة فالمداربين لازم يبقى فيه زي ما بنقول دفاع منطقة أكثر منه منتومان لازم يبقى فيه دفاع منطقة عشان الكرات الصغيرة بقاش فيه مساحات يقدر النادي الأهلي يخد منها وأعتقد إنه هيلعب على برضو إيه الهجمات المرتدة حاله زي حال فرق كثيرة جدا بتلاعب طبعا نادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر